تبدأ اليوم في نيوزيلندا جلسات استماع بشأن الحكم على برينتون تارانت المتهم بقتل 51 مسلما أثناء صلاة الجمعة يواجه تارانت حكما بالسجن المؤبد لمدة تصل إلى 17 عاما من دون إطلاق صراح مشروط لكن القاضي لديه صلاحية لاتخذ قرار بسجنه من دون إمكانية لإطلاق صراحها على الإطلاق ويعني الاحتمال الأخير أنه قد يظل مسجونا لما بقي من عمره وهو حكم لم يسبق أن صدر مثله في نيوزيلندا شكرا